اشتركوا في القناة اولا ادارة التجنيد هي اقدم ادارات التابعة لهاية التنظيم والدارة للقوات المسلحة المهمة الرئيسية ان احنا بننطقي افضل العناصر البشرية اللي تخش القوات المسلحة سواء مجند او متطوع البداية المهام توجيهات الكادة العامة للقوات المسلحة نفس توجيهات الكادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص اعمال التجنيد وتطوع بنعمل نشر وعي للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل أو خارج الجمهورية وده من خلال خطة إعلامية متكاملة بصفة دورية بنحلل مشكلات التجنيدية داخل مصر أو خارج مصر بنصدر قرارات سواء في أعفاءات وتأجير والسسناء واستخراج شهادات بنتابع مناطق التجنيد المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية تسع مناطق تجنيد بنتابع الأعمال بتاعتهم لضمان جودة الخدمة وضمان تأسيرها على المواطنين وتنفيذ المهام بدقة التفتيش على الجهاز الإداري للدولة فيما يخص أعمال التجنيد يعني المصالح الحكومية والجامعات كل الجهاز الإداري لدولة عشان نتأكد نوم بنكفزه مواد وقانون الخدمة العسكرية ممكن فيه شباب كثير من المحافظات بعيدة جدا وطبعا الإدارة بتحاول تقدم لهم أكيد خدمات ميسرة الخدمات ميسرة دي بتتمثل في إيه لهؤلاء الشباب فان؟ الخدمات اللي احنا بنقدمها بداية من التطوير احنا دايما بتطور على طول احنا بنطور الخدمات التجنيدية لجميع المواطنين بداية من مجمع خدمة المواطنين اللي موجود في رئاسة الإدارة هنا وجميع مناطق التجنيد التابعة لنا بنستخرج تصريح الصفر وأزانات الصفر للشباب بناخد ونصدق لهم على الإعفاءات سواء إعفاءات مؤقتة أو استثناءات أو تحت الطلب أو كل الأفراد اللي موجودين في الخدمة وتحت الاحتياط بنستخرج لهم تصريح الصفر بتاعتهم بنستخرج شهادات المعاملة التجنيدية ليهم سواء إعفاء مؤقتة أو إعفاء نهائي أو تحت الطلب أو لمصوبه الدور بنصدر التأجلات الدراسية داخل الجامعات المختلفة بوسطة مكاتب الاتصال اللي موجودة في الجامعات بنطبق نظام الدفع الإلكتروني ودي كانت توجهات ان احنا بننفذ نظام الدفع الإلكتروني نحنا نفصل المواطن عن الموظف فيما يخص مؤد الخدمة يعني صدقنا ونفذنا فيما يخص إصدار شهادات المعاملة التجنيدية كإصدار تاني للشباب وإحنا عملنا الشهادة يمكن بحجم الكرني شهادة بالشكل ده عايزين برضو نظهرها للمواطنين الشهادة بحجم الكرني تصدق عليها من الكادة العامة للقوات المسلحة ودية بتعاون أجهزة الدولة في أن هي تتحقق من موقف التجنيدي للشباب وفي نفس الوقت بتدي ميزة أن هي الحجم بتاعها ممكن تحط في المحفظة الخاصة بالشاب وفي نفس الوقت بتقدي الغرض وفيها 11 وسيل التأمين عشان نضمن عدم تزوير فلن يمكن الشباب في الفترة وبتاعة سن الشباب بيبقى فيه إشاعات كتير بتطلع الشباب بيتنقل معلومات غلط من بعض هل الإدارة أي دورة أو عوية بتقدمه للشباب؟ أكيد طبعاً إحنا مصممين موقع الإدارة التجنيد على شبكة المعلومات العلابية الإنترنت بنوضح فيه الخدمات واسيسرات كلها بالكامل اللي بتهم كل الشباب حطين فيها كل المعلومات اللي تهم الشباب كله بالكامل ودية بيدخل عليها الشباب داخل مصر وخارج مصر بالإضافة لعندنا خدمة البريد الإلكتروني إحنا بنتفاعل مع الناس وبيبعثونا أسئلة واستفسرات وبنرد عليها على طول في حينه بالإضافة لخدمة الاستعلام الصوتي اللي موجودة في رئاسة الإدارة هنا أربع أرقام وفيه رقم لكل منطقة يعني تسع مناطق كل المنطقة اللي هي رقم استعلام صوتي وبتم تحديث البيانات أول باولة على طول بالإضافة بقرضو أن احنا عملنا منظومة المؤتمرات المرئية الفيديو كونفرنس دي لمتابعة الإجراءات الكشف الطبي بنشوف الشباب وبنتمئن عليهم وبنشوف إجراءات الكشف الطبي وبنشوف الناس اللي واخدين عدم لياقة طبية وفي نفس الوقت بنعمل لقاء كامل مع جميع الشباب اللي داخل القوات المسلحة يعني إيه؟ يعني إحنا بنتكلم معهم كلهم بالكامل وبنشوف أنا بشوف حاجات يعني يمكن برضه هاي إزا أقولها حجم الوطنية والرغبة في إن هما ينضموا القوات المسلحة للشباب يعني أنا بيبقى أسعد توقيت لي وأنا موجود على الفيديو كونفرنس مع الشباب شباب جميل شباب محترم عنده وطنية عنده الرغبة في إن هو ينضموا القوات المسلحة وفي منهم من هو كمان بيبقى عنده الرغبة إن هو يروح سيناء وهو لسه بيكشف طبي عايز يروح سيناء وعايز يروح أسلحة مقتلة فاللي بشوفه شيء طيب جدا أنا سعيد بي على المستوى الشخصي وأنا طبعاً الكلام ده أنا بنقوله دايماً للقادة وحاجة تشرف يعني كل مصري يتشرف بإن الشباب ده موجود بالإضافة برضه إن احنا عملنا مركز إلكتروني للمعلومات الخاصة بتقدم الخدمات التجنيدية ده موجود 24 ساعة ده علشان يقدم الخدمات التجنيدية إن شاء الله لكل المواطنين يعني إن شاء الله أغلب الخدمات التجنيدية اللي هتقدم خلال الفترة القادمة إن شاء الله هتقدم من خلال موقع الإدارة على الإنترنت وإن شاء الله في الفترة القادمة يعني بنحدد للمواطن أنت عايز تسلم خدمتك منين سواء من موطقة التجنيد أو من المحافظة بتاعته ويحدد المكان ونسلمه الخدمة بتاعته في المكان ده ودي تصدقات القادة العامة لقوات المسلحة بالتهسير على المواطن بشكل عام عايزين نوجه رسالة لشبابنا اللي بتفرجوا علينا دلوقتي تحب تنصحهم تقولهم إيه كلمة من حضرتك كوالد اليوم قبل قائد تحب تقولهم إيه أنا من الحوارات اللي بتتم مع الشباب يوميا عايز أقول لكم إن هم اللي بيخلوني في الحالة دي أنا بقول لشباب مصر إحنا سعد بيكم جداً إحنا متطمنين تماماً على وطنيتكم حاسين بمدى حبكم للوطن الشباب قادر على إن هو يبقى فعلاً دم جديد يتضفق داخل القوات المسلحة إحساسي بيهم إن هم إضافة للقوات المسلحة فأنا إن شاء الله متفائل وأنا بقول لكم تفائلوا الفترة القادمة دي التطوير اللي بيتم ده علشانكم التحديث علشانكم إن شاء الله مصر قادمة بيكم وبشباب مصر العظيم